مساء الخير مشاهدين الأعزاء مساء العروبة ومساء النصر ومساء الشهامة والفخر لأهل مصر في ذكرى حرب أكتوبر عام 1973 نتحدث عن مرور 51 عام على هذا النصر ولازلنا ننتشي فرحة هذا النصر إذن نقول عن مصر بأنها استطاعت وبأنها قدرت على كسر شوكة الغطرسة الإسرائيلية هذا الجيش الذي كان يعتقد بأنه لا يقهر ولن يقهر لكن جاءت الإرادة المصرية وجاءت أيضا تقدير الموقف الناجح للاستخبارات الأمنية العسكرية الإسرائيلية وبالتعاون أيضا في مختلف الجبهات مع الدول العربية ليجي صوت العروبة ويقول لمصر ها نحن معكم نمد أيدينا إليكم لنكسر شوكة إسرائيل مبروك يا شعفك عجبني الكلام لنكسر شوكة إسرائيل فعلا ده اللي حدث تماما يعني نصر اكتوبر بالنسبة للمصريين هو رفع الراس الكرامة العزة الإرادة يعني فيه كده حالة حلوة وحتلاقي دايما كل يعني من كان في هذه الحرب ومن عاش هذه السنوات يقولك روح أكتوبر لأن كانت الجبهة مشتعلة بالطاقة مشتعلة بالحماس مشتعلة بإن عودة الأرض وكان الشارع المصري عنده نفس التواصل مع الجبهة 6 أكتوبر العاشر من رمضان اللي الاتنين كانوا في نفس التوقيت وكان الشارع المصري كانت البهجة كانت السعادة كانت النصر كانت متابعة طبعا أيام الحرب خصوصا إنها كانت في الشهر الكريم فكان نصر لا ينسى ولن ينسى يعني كسر الغطرسة الإسرائيلية وأيضا عبور قناة السويس رفع العالم المصري الدخول إلى خط برليف اللي قدرت الهندسة المصرية والتفكير المصري لأنه يهدم هذا يعني خط برليف المنيع الفضيع اللي قيل عنه يعني في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه لا يكسر ولا يهدم إدرة الهندسة المصرية والتفكير أن هذا الخط يتم هدمه بخراطين من المياه فهذه الحرب لا تنسى أبدا وهذا الكيان يعني بغطرسته الشديدة إدرت القوات المسلحة المصرية والعربية أنها تعيد الأرض أيام كلها مجد لا تنسى أبدا أنا سعيدة بوبودك معايا النهاردة شكرا وإحنا بنتكلم كده عن نصر كتوبك وأنا سعيدة أنه بدنا نوصل هذا الشعور لكل المشاهدين العرب بأنه نصر أي دولة عربية كلها نفرح وهذا نصر لنا كلنا عندما نتحدث عن نصر لمصر هو نجاح للأردن ونصر للأردن وللعراق ولفلسطين إن شاء الله يا ربي ييجي يوم وكلنا في بيت للكل نحكي أيضا لانتصارات فلسطين عايزة أقولك يا لنا أنه على المستوى الشعبي كان فيه حكايات لطيفة جدا عن الطوبر يعني مثلا الشعر الكبير بريغ حمدي والعظيمة وردة والشعر الكبير عبد الرحيم منصور جم وقفوا هنا على باب المبنى المبنى التلفزيون ما كانش حد بسهولة يقدر يدخل حتى حتى النجوم الكبار كان لازم يبقى فيه استعدادات وتصريح فقالك حندخل حندخل وباتوا هنا يومين علشان يعملوا أحلى أغنية يعني قدموها وتكتبت وتلحنت وتزاعت في نفس التوقيت للجنود اللي واقفين على الجبهة لبعد المعنوي كان كبير حيث كبير أكيد أعتقد أننا رقم مذهل أيضا نحن نحكي للمشاهدين قبل أن ننتقل لضيفنا داخل الحرب أكتوبر الثلاثة وسبعين جواتها كانوا واحد وخمسين معركة في كل معركة فازت فيها مصر بمساعدة الدول العربية إذن واحد وخمسين معركة داخل هذه الحرب لم تكن سهلة فنحكيها بكل فخر وإن شاء الله هيك يعني مزيد من النجاحات والانتصارات عندما يكون هناك إرادة وتكاتف عربي وكلمة واحدة الله أكبر كانت مفتاح لنجاح هذه الحرب أكيد مش ممكن ننسى بسم الله الله أكبر عندنا القناة وحلوة بلادي السمر بلادي وأنا على الربابة أغنية تمر احتفالات الذكرى الحادية والخمسين لنصر السادس من أكتوبر هذا العام في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة العربية لكن يبقى هذا النصر شاهدا على عظمة وقوة مصر كدولة بجيشها وشعبها بالعودة قبل ساعة الصفر وقبل العبور العظيم كان العمل يجري على قدم وساق من وضع خطة للحرب محكمة من تجهيزات وترتيبات ووضع خطة لخداع الكيان الإسرائيلي خداعا استراتيجيا يهيئ له أن الأوضاع تضيعية وقد تم وضع إعداد شامل لمسرح العمليات تضمن إعداد الطرق سكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية وإعداد مناطق وخطوط دفع الاحتياطيات فوق الكيان المحتل بهجوم مفاجئ من قبل قوات الجيش المصري على القوات الإسرائيلية في سينا من جانب والجيش السوري على القوات الإسرائيلية في هببة الجولان من جانب آخر عبرت طائرات المصرية خط جبهة قناة السويس في تجاهها لضرب عدة أهداف إسرائيلية في سينا المحتلة لتفتح الطريق لعبور القوات المصرية خط برليف ولتحقيق هذا النصر التاريخي المجيب موسيقى حققت الضربة الجوية التي نفذتها القوات المصرية ضد الأهداف الإسرائيلية دورا ملحميا مهد لنصر أكتوبر حيث وفرت الضربة غطاءا جويا للقوات البرية وأفقدت الضربة الجوية المصرية المفاجئة إسرائيل توازنها وشلت قدرتها على الرد السريع بعد تدمير جسور الإقلاع والهبوط ونظرا لنجاحها في تنفيذ أكثر من 90% من المهام المكلفة بها فقد تم إلغاء الضربة الجوية الثانية لعدم الحاجة إليها حيث وفرت الضربة الجوية المفاجئة إليها لدرجة أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير استغاثت بالولايات المتحدة الأمريكية التي أقامت بدورها جسرا جويا غير مسبوق في تاريخها لنقل أسلحة متطورة إلى إسرائيل بينما كان القتال مستمرا لتجنب ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي هنري كاسنجر بالكارثة وفي يوم الثالث والعشرين من أكتوبر أصدر مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار ووفقت عليه أيضا مصر وإسرائيل وطلب الرئيس السادات من الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات لضمان وقف إطلاق النار فقابل الاتحاد السوفيتي السابق واعترضت الولايات المتحدة بشدة لكن القتال توقف في يوم الرابع والعشرين من أكتوبر سنظل فخرين بهذا النصر العظيم وسيبقى هذا اليوم عيداً لنا نفتخر فيه بقواتنا المسلحة المصرية إن هذا الوطن يستطيع أن يظن إلا ويأمن بعد خوف أنه قد أطبح له درء وسيح في كل عام نحتفل ونحتفي بالسادس من أكتوبر نحتفي بعودة الكرامة بالإرادة نحتفي بالفرحة نحتفي بأننا كنا وأعدنا الأرض إلى مكانها وإلى وطننا الحبيب في كل عام حكايات وفي كل عام يتم الإفراج عن حكايات ويتم أيضاً الإفراج أو حتى أن يخرج إلى النور الكثير من القصص والحكايات والأهم الوثائق مزيد من التفاصيل ونحن نحتفل بالسادس من أكتوبر مع سيادة اللواء أركان حرب محمد قشقوش سيادة اللواء مساء الخير مساء النور منعورنا في بيت للكل ربنا يبارك في حضرتك كل سنة وحضرتك طيبة ومعنى مصر طيبة دائماً إن شاء الله إن شاء الله كل الاحترام والتقدير دائماً للجيش المصري وجيوشنا العربية والجيش الأردني اسمح لي لأنه يعني هذه الجيوش قاضت المعارك الصعبة جداً نحن نتحدث عن هذا النصر سيادة اللواء وهذا النصر لم يأتي عبات أكيد في كل حرب ولكل نصر هناك استعدادات لخوض الحرب والمعركة نتحدث عن الاستعدادات التي أوصلت إلى هذا النصر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم في البداية يعني يجب أن نبارك للشعب المصري والشعب العربي على هذا الانتصار اللي حققوا الشعب قبل أن يحققوا الجيش يعني الجيش هو جزء من الشعب البداية نقدر نقول أن دايماً يعني النصر يولد من رحم صعب مصر إذا خذناها كمثال مصر ودول عربية أخرى الأردن السورية كانت فيه أرض محتلة بعد حرب 67 وبالتالي كان هناك قضية مهمة جداً جداً هي تحرير الأرض تحرير الأرض فلما نقول أن الحرب كانت حتمية حتمية بمعنى يجب أن تكون يجب أن تقع فنقول أن هذه الحتمية جت من أهمية تحرير الأرض والأرض بالنسبة للعربي هي العرض تحرير الأرض إلغاء الهزيمة اللي كانت هزيمة بالحرب وهذه نقطة مهمة جداً أن هذه الحرب كانت هزيمة بالحرب أنا أحد اللي حضروا حرب 67 وكننا على الحدود المصرية الإسرائيلية وانسحبنا في يومين دون أن نرى القاتل الإسرائيلية خلص لكن حسبت هزيمة فإذا كنا نتكلم عن الحتمية يبدأ تحرير الأرض إلغاء هذه الصورة القاتمة اللي كانت هزيمة بالحرب ثم فيه منك أشياء أخرى زي إعادة فتح قناة السويس كمصدر داخل لمصر نفس الشيء أعتقد يعني برضو مصر ما خضتش الحرب لوحدها الحرب أكتوبر أو تشرين كما يقال يعني في التسميات كانت بين مصر وسوريا وكانت حرب مشتركة ودي كانت أول حرب ياخدها جيشين معربيون كبار في وقت واحد بتنسيق مهم جدا جدا وهذا التنسيق رغم من جابهتين كبار ومساحات كبيرة من الأرض لم يشعر به العدو الإسرائيلي خلال الأعداد لم يشعر به المخابرات الإسرائيلية لم تشعر به المخابرات الأمريكية بدليل لما نجي نتكلم محلية كيسينجر يوم كان ستة أكتوبر الفجر كان عنده خبر من وزير الخارجي المصري دكتور الزياد إن فيه مؤتمر الساعة تسعة عشان يتكلموا عن التهدئة فرق التوقيت من واشنطن والقاهرة كانت ستة سبع ساعات على ما يبتدوا يحضرنا في سمن المؤتمر كانت الحرب بدأت بالفعل خلينا نروح لسؤال وحبقة سعيدة في وجود لنا وهي بتسمع لأنه عارفة لنا حرب أكتوبر رغم إن احنا نحتفل كل عام بس في كل عام عايزة تعرفي المزيد عايزة تعرفي حاجة ما كنتيش عارفها فأنا حرجع لنؤكد تاني على كلمة سر والخداع الاستراتيجي يعني ما الذي حدث يعني ما هو الخداع الاستراتيجي اللي قدرت القوات المسلحة يعني تكون فعلا أولا كان هناك تخطيط له وكان هناك تنفيذ له ده سؤال مركزي ومهم جدا لأن الخداع الاستراتيجي نجاحه يساوي تحقيق المفاجأة وتحقيق المفاجأة يساوي الحصول على المبادأ الانيشيتيف في إيه ده كنتك تبتدي تحقيق المفاجأة والمبادأ يساوي 50% من مكسب الحرب لكن هذا التقاطيط كان صعب للغاية كان صعب للغاية وفيه تفاصيل دقيقة جدا عشان تخدع جيش بحجم الجيش الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية عن معلومة رئيسية متى تقع الحرب وهل ستقع أم لا دي الإجابة الكبيرة جدا عشان الكلام ده يتم الخطة دي بدأت من الرئيس سادات نزولا لمستوى الجندي اللي بيصطات سمك في قناة السويس الصبح يوم 6 أكتوبر بدري الخطة بدأت يوم 6 أكتوبر خداع الاستراتيجي لا خالق ولا قبلها قبلها بمدة طويلة قبلها بمدة طويلة تصل إلى أربع أشهر لأن إحنا عارف حكي يطلقوا الإسرائيلي يطلقوا مناورات الخريف مناورات كلمة درجة للتدريب اللي على مستوى كبير مستوى الدولة فلما نقول تدريب على المستوى الاستراتيجي اللي هو بيسموه الخريف ويتم على مستوى الدولة عادة كلمة الخريف الإسرائيلي كتابوها لأن إحنا عملنا أكثر من تدريب بهذا المستوى سنة 71، 72، مايو 73 مايو 73 مايو 73 كانت فيه مشكلة لأن تبثوا فين الخريف دا عمل إرباك للقيادة الإسرائيلية ورفعوا درجة استعدادهم بشكل كبير جدا إن دا مش خريف دي الحرب الحقيقية رفعوا درجة استعدادهم لخوض المعركة الحقيقية ما تمتش معركة وتم إنهاء التدريب دا عمل مشكلة كبيرة جدا ورفعت درجة استعداد مرة تانية للمراونة الخريف سبتمبر اللي بتاقي لي على طول سبتمبر 73 حصل لور من اللخبطة هل دا تدريب ولا إيه دا كان التدريب اللي تحول إلى الحرب تمام دا التدريب نفسه اللي تحول إلى الحرب وإحنا نفسنا أنا كنت وقتها رائد بقالي ثلاث شهور يعني أنا عرفت أن في حرب الساعة 11 تلاتة وصفين قائد بتاعي بلغنا الساعة 11 ساعة 11 ومسيتة أكتوبر فتح مظروفه أرهلون ساعة 11 الصبح 11 صباحا لأن كانت المعلومة على قدر الحاجة يمكن القيادات الكبيرة عارفة قبلها بمدة أكيد بكذا يوم تلاتة ساعة صفر للساعة 2 الدون نزل بقى المعلومة دي للمستوى الجيوش مستوى الفرق مستوى الألوية لغاية ما نوصل لغاية عندنا احنا كاتت كتيبة مظلات كاف 75 مظلات ووصل عندنا كاتتة 11 الصبح فالتدرك في المعلومة أو التدرك في حجب المعلومة كان مهم لكن أعوز أقول لحياتك أن هذا الخداع تبتيح واحدة يا فني إحساسك كان إيه لما قيل لكم الحرب الساعة 11 مشاعر متدخلة مشاعر متضربة أولا كان إحنا في موض التدريب نحن في موض التدريب الخلفية أن إحنا هناك حرب حتقع حتمية زي ما قلنا الحتمية بس إمتى مش معروف إمتى حتم لما يتم الاستعداد الكافي وتكون الأسلحة اللي طلبتها مصر والسوريا من اتحاد السوفيتي بقت متاحة والخطط متاحة والتنسيق متاح يتم الحرب عشان لا يتش الامكانيات التي أتيحت فما كناش متوقعين أن الحرب دلوقت أتوقف هنا سيادة اللواء بالنسبة لموضوع الإمكانيات دائما في علم النزاعات والحروب هناك شيء اسمه الرغبة وهناك شيء اسمه المقدرة خلينا نتحدث على ما حجم هذه الثقة عندما لا تكون هناك إمكانيات كبيرة جدا ليس هناك مقدرة كبيرة جدا لكن بنفس الوقت حصل النصر وكأن حتمية النصر كانت موجودة نتحدث عن هذا الموضوع حضرتك نقدر نقول دي أحد المعضلات المهمة هناك فرق بين المتاحة واللي حتخش بيه القتال كان هناك توقع أن المتاحة حيزيد فيبقى المتاحة هو المتاح المطلوب هذا لم يحدث مصر وسوريا طلبوا من الاتحاد سوفيتي بعض الأسلحة وفيها بعض الأسلحة كانت مهمة جدا ليه؟ مقارنة دايما في الحرب يتعامل مقارنة عامة بين القوات المتضادة فيها حجم القوات حجم القوات البشرية حجم الأسلحة نوعيتها الهاي تكنولوجي التنسيق المراكز القيادة المحصلة دي تقدر تقول أننا قادر أقول أن العدو ده مستعد للحرب بنسبة كذا في المية وهو قادر أن يخضها إسرائيل في المرحلة دي كان كل المتاح موجود عندها لأن كان الدعم الأمريكاني كاملا 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 عددا وعدة عددا ونوعية يعني الكام مع الكيف حد حتك بعض الأمثلة بعض الأمثلة في الجيش المصري وجلش السوري في مواجهة الجيش الإسرائيلي إحنا كان عندنا الطيرات اللي عندنا ميج 21 وعندنا جزء صغير ميج 21 دي نوعيات ميج 17 قائرة تقترب من طائرات الحرب على مات تانية شو حاك المسافة دي الميج 21 أحدث شوية لكن كميات صغيرة لو خذنا حتى الميج 21 وقارناها بالنحية التانية هللاقي الفانتوم الف فور الأمريكاني السكاي هوك الأمريكاني الميراجي الفرنساوي دول بتتكلم من بدر قوي على طائرات وقتها كت الجيل التالت ودخل على الجيل الرابع أنت ما عندكش كله الطيارة عبارة عن زمن طيران سرع الطيران كم أسلحة قدرة على المنورة قدرة على العمل الجماعي ثم تنسيق مع الدفاع الجو والحرب الالكترونية ثم العنصر البشري الطيار ده طار كم ساعة عنده خبرة قتال قدية الخبرة نعم إحنا بالمزبنة ما كانش عندنا مشكلة في الجزء الأخير ده طار كم ساعة وعنده خبرة قتال قدية لكن المشكلة في الطيارة كان مطلوب إن إحنا يكون عندنا مش الحد الأقصى لا الحد الأدنى الحد الأدنى اللي يعمل نوع من التعادل لأن إحنا مش هنخوض حرب هجومية كاملة إحنا هنخوض حرب هجومية محدودة تكتيكية يعني محدودة ليه؟ لأن الطيارة بتاعتي زمن طيرانها أقل تسلحها أقل مادها أقل لو دخلت في معركة جوية طيارة وطيارة من غير قتال واستهلكت الوقت الطيارتين ضد بعض الوقود ينفذ يبقى مضطر يخرج من المعركة على سبيل المثال يعني وبالتالي ده مثال عن طيارة لو خدنا مثال عن حاجة تانية ولا يكون الدفاع الجوي احنا عندنا كان عندنا صواريخ المكلم اقول احنا يعني احنا وصوريا لانا كانت مدرسة واحدة وتسليح واحد والمصدر السوفيتي واحد الصواريخ دي كانت تطلق عليها سام 2 سام 3 صواريخ ضخمة ثابتة لا تتحرك ما قدرش انقلها ما هيش على جنزير اقدر احرك من مكان للمكان بنسميها يعني المتحركة او الميكانايد او السيلف بروبايل ذات الحركة ده ما كانش موجود وفي نفس الوقت طالما الصاروخ ده سابت يبقى انا مرتبط الصاروخ ده مداء دي الصاروخ ده السام 2 و 3 كان عندنا على اليابر المصري والسورية مداء 30 كيلو فقط 30 كيلو ومش حقدر احطه على قناة السويس لان لو حطيته على قناة السويس المدفعية الاسرائيلية توصله يبقى هحطه خارج مدى المدفعية يبقى وراء قناة السويس ب 10 كيلو فقط 10 كيلو من الثلاثين بقى عندي اقصى مدى 20 كيلو وثابت يبقى انا اقدر بخطة بتاعتي اقصى ما يمكن ان انا غطي 20 كيلو من خط الجبهة بكسافة معينة وكفاءة معينة لكن لا اقدر اعمل واسبة وانتقل ولا ما عنديش هديل المكاتب المناورة لذلك القوات الاسرائيلية فوجئت في الحرب بالعشرين كيلو دول ان حصل فيهم اول يوم زي الفريق الشازلم قال اول نص اليوم من نص 6 اكتوبر لغاية بالليل 27 طيارة على قناة السويس و 27 طيارة منهم طيارين كتار لان فيه طيارات فيها اتنين طيارة فكان عدد الاسرى من الطيارين والطيارات اللي قتلت اول يوم نتيجة تعتبر نتيجة كبيرة تاني يوم كان بالشكل ده تالت يوم القوات الاسرائيلية الجوية اصدار التعليمات لا تقترب من قناة السويس لمسافة 30 كيلو وحطوا لها الاسم الرمزي غابة صواريخ غابة الصواريخ غابة نتيجة الكسافة الاطلاقي اللي استخدمت ما قربوش من قناة السويس لمسافة 30 كيلو ده نقدر نحسبه للمخطط المصري والسوري وكفاية استخدام الاسلاح امكانياته ضعيفة الطرف الآخر عنده طيارة متقدمة ودفاع جوي متحرك بيتحرك على جنزير كان عنده الهوك والشابرال وقتها لان الدول بيبوا الدفاع الجو والقوات الجوية فيه علاقة خاصة احنا في المدرسة الشرقية ممفصلين دي مدرسة ودي مدرسة لكن هو يعني متلاقي عنده كلمة قوات الجوية فقط ما فيش كلمة الدفاع جوي احنا عندنا قيادة الدفاع جوي قوات قيادة مع بعض ده امثلة لان الدفاع الجوي هنا حضرتك تقصد الصواريخ ومشابه والقوات الجوية هي الطائرات المقاتلة في المدرسة الغربية دول قيادة واحدة قيادة واحدة بتنسيق واحد يتحط في وسطهم شيء يسمه الحرب الالكترونية يعني دول المثلث اللي بيشتغل مع بعض احنا عندنا القوات الجوية الواحدة دفاع الجو الواحدة والحرب الالكترونية بتخدم على الاتنين دي مدرسة ودي مدرسة لكن في النهاية يهمنا النتائج يعني لكن المثال بتاع المثال بقول لحضرتك يبين ان النوعية السلاح اللي عندي قدي ايه بعيد شوية تكنولوجي وقدي ايه لو انت حضرتك بتخططي عشان تحراري فينا كلها انا محتاج المسافة دي كلها يبنى لازم يكون عندي الدفاع الجوي ماشي على جنزير يعمل واسبة 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 يتقدم للأمين يتوصل لغاية اسرائيل تدخلي جوا اسرائيل ويكون عندك طيارة تكافئ الطيارة اللي في الطرف الاخر يتبقى العنصر البشري لو دول موجودين يبقى العنصر البشري والتخطيط الجاية هو اللي هيحسم المعركة الحقيقة العنصر البشري العربي ادى اداء راقي جدا في حدود الامكانيات في حدود الامكانيات اللي هي تكنولوجي اللي مش موجودة لكن العنصر البشري نفذ بشكل كبير جدا جدا اللي ما تنفسي يعتبر خارج مقدور السلاح والمعدة اللي هي تكنولوجيا دول المثالين دول في الدفاع الجوي في الطيارة في بعض انواع الدبابات في الحرب الالكترونية دول حاجات مهمة جدا جدا على قناة السويس يزيد بعض انواع الكباري اللي تتحط على قناة السويس بسرعة لان عندنا في القناة السويس كا عندنا في الجابة الماضيين مرحلة صعبة ان في قناة السويس غرضها المتوسط مئتين وعشرين متر مانع عميق طيار ومتغير اربع مرات في اليوم المد والجزر مختلف بين البحر الابيض والاحمر مع الامر كل الامر ما يكمل كل ما يجد المد والجزر والمد والجزر في الشمال القناة السويس يختلف عن المد والجزر طيب سيادة اللواء اسمح لي بس نتحدث يمكن شافكي كمان ونحن دائما نركز بان هذا النصر هو ليس نصر لمصر لواحد هو نصر للامة العربية صحي لان يعني يمكن لحد الان العدو الى الان يعني لا ينسى هذه الكسرة الكبيرة جدا له الجيش المصري يعني كان جيش قوي باستخباراته العسكرية وبدفعاته الجوية وبجيوشه وخبرة رغم التحديات الكبيرة جدا وحقق النصر لكن ما الذي حدث على الجبهة السورية؟ الجيش الأردني كان موجود ومشارك كمان على هذه الجبهة التخطيط اللي كان من الحرب تخطيط عربي أداره بمهارة الفريق الشازلي بحكم انه هو رئيس اركان دولة المقر في الجامعة العربية وبالتالي هو المسؤول هو المسؤول ان ينسك مع رؤساء اركان الجيوش العربية ما سيأتي الى حرب في الأفق لكن مش معروف امتى انها حرب حتمية ستقوم ستقوم بس مش معروف امتى فتم التخطيط لو قامت الحرب في يوم ما القوات العربية تعمل ايه؟ عندنا قوات جابها سوريا ومصر والأردن دول الخط الأمامي لبنان اللي هي دول الطوق أصلا يعني لكن اللي هيشترك في الحرب بمؤكد مصر وسوريا يعني لان الجزء اللي في الأردن الضفة الغربية الضفة الغربية وضع خاص مع الأردن يعني لكن كانت تحت القيادة الأردنية لغاية حرب 67 زي ما غزة كانت تحت القيادة المصرية قبل حرب 67 الجزء ده فريش هدلي لما نسقوا هذا الكلام قالوا طب احنا لو قمنا بالحرب دي مصر وسوريا مين يا دعمنا من الدول العربية؟ حطوا خطة قالوا نعملها جغرافيا مصر موجودة في سينة وده أفريقيا يبقى القوات العربية في الشمال الأفريقي تدعم مصر مين؟ الجزائر المغرب وبعض الطائرات اللي كانت موجودة في لبنان والسودان إذا كان متاح طب مين الناحية التانية في آسيا اللي يدعم الجولان؟ الأردن العراق السعودية دي الخطة وضعت بهذا الشكل فريق الشازلي بعد الخطة دي ما وضعت زار الجزائر وزار المغرب وحتى يعني حد بأحكي لحياتك نادرة حدرت حصلت مع الملك محمد الخامس وزار القوات اللي ممكن تشترك في الحرب في المغرب في المراكش نفس الكلام زار صدام حسين صدام حسين بعد دعوة وراح ما كانش فيه وقت متيسر يروح الأردن لكن الأردن زي ما هقولها حكي لك قبل بلاء حسنا اللي هو 92 مضرع قبل بلاء حسنا والمملكة العربية السعودية التخطيط دا لما يتم واحنا لو فرضنا ان احنا عندنا إمكانيات استخباراتية جامدة والأسلحة بتاعتنا متطورة ومعنا لاش مشكلة نعلن عن الحرب وكلنا نقدر نخطط كعرب مع بعض في وقت واحد لكن نتيجة ان دا مش موجود وانت بتخفي تخفي الحرب لما تيجي تبتدي مصر وسوريا حتدوا في وقت واحد ومن أول ما يبتدوا تبتدي باقة الدول العربية تبتدي تدور العجلة فهتاخد وقت طويل العراق حيتحرك من البصرة يخترق العراق كله يعبد الحدود الأردنية يوصل الجولاني المغرب شو حكي جاي منين؟ جاي من أقصى الشمال أفريقي أقصى الصحراء كلها الجزائر حتجبنا الدبابة تحمليها على تيلر يقطع كل هذه المسافات عشان يوصل مصر لذلك اللي هو الجزائري كمثال اللي هو الجزائري كمثال وصل مصر ليلة 17-18 أكتوبر والحرب بدأ يوم ستة ما كانش يقدر يوصل قبل كتب لأنه هو ابتدى يحضر نفسه لما الحرب ابتدت يوم ستة بدأ يحضر نفسه من يوم سبعة طب سؤال هنا لاحق ومهم جدا يعني عشان مواطننا العربي اللي بيسمعنا في كل دولنا العربية عندما اكتملت القوات العربية يعني حضرتك قلت علشان الخداع الاستراتيجي ما كانش معروف كمان الحرب وده كان امن وامان عشان تقدر تعمل الضربة الشديدة اللي حصلت على خط برليف طيب مع وصول بقى اللواء الجزائري والعراقي واكتمال والاردني من الناحية الاخرى يعني لما دخلت كل القوات العربية 17-18 أكتوبر هل هنا كانت القوة أنا بقى كنت كقوات مسلحة مصرية حاسس ان قواتي العربية بتحيطني قدت قدت قوة للحرب مفروض اه مفروض اه لكن المرحلة يوم 17-18 وصاعدا كان الموقف على الارض اختلف لان الامريكان تدخلوا من يوم 10 وتدخلوا بكسافة من يوم 14 بالسلاح الامريكاني مش 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 حد عام اسرائيل بالمعلومات او كده بالسلاح مباشرة وابتدى بالسلاح اللي اقدر انقله بسرعة مش السلاح اللي هنقله بالبحر اللي هنقله بالبحر هياخد وقت لأ ابتدى مباشرة باللي اقدر انقله مباشرة بالطيارات وانقله من حلف الاطلنطي من أوروبا مباشرة والإمداد ده في مصر نزل في مطار العريش نزل في الجبهة يعني الامداد الاولين نزل في الجبهة ونزل اللي بعديه نزل في الليد اللي هو مطار بنجوريون لكن الامداد البحري وصل متأخر اكتر شوية وتراكب نفس الكلام كان في سوريا فالجزء ده لما هات بتقول المقارنة الرئيسية حضرتك من يوم 10 11 12 13 14 انت لا تحارب باسرائيل انت تحارب الولايات المتحدة لان ده لكن اسرائيل لوحدها لغاية يوم 9 عندنا التسجيل بتاع الصدى الاستغاثة بتاع الجلدة مئير انقذوا اسرائيل لا نريد مزيدا من الدماء لا نريد مزيدا من ازهاق الارواح ده يوم 9 اليوم التالي يوم 10 بدء وصول بواكير القوات الامريكية الى العريش يوم 14 كان اكتمل اكتمل الدعم الكبير احنا عندنا دبابات مأسورة موجودة في المعرض المصري صحيح بقواتهم موجودين وكات اسرائيل من يوم 9 عبقت الاحتياط بالكامل يعني الاحتياط بالكامل بالنسبة له يساوي تلتين القوات الاسرائيلية يعني 60% او اكتر من ستين لسبعين في اليوم القوات الاسرائيلية خلينا نرجع اليوم السادس من اكتوبر يعني يمكن لنا اليوم ده كان شهر رمضان مصريين كلهم صايمين ايام رمضان العادية في مصر والناس بتستعد للفطار الساعة اثنين تماما في هذا المبنى كان البيان الاول عبور قوتنا المسلحة قناة سوري لما حصل البيان وضعنا كنا على الجبهة كنا بنعمل ايه بالزبط الساعة اثنين ساعة اثنين بالزبط الساعة اثنين اللي خمسة متين وعشرين طيارة متين طيارة مصرية وعشرين طيارة عراقية عبروا قناة سوري في وقت واحد برضو المعلومة قد تبدو انها بسيطة لأ حديدك متين طيارة متين وعشرين طيارة يعبروا خط واحد في وقت واحد وهم جايين من عشرين تلاتين مطار من مسافات مختلفة والطيارات بسرعتها مختلفة واعمالها مختلفة العمل ده عمل استراتيجي كبير لكن الساعة اثنين اللي خمسة متين وعشرين طيارة عبروا على ارتفاع واط جدا فوق قناة سويسا وراحوا الاهدافهم وضربوا الاهداف ورجعهم بنسبة اصابات اكتر من تسعين في المية وده برضو يعني دي من الحاجات في مصر وفي سوريا يعني الضربة الجوية في وقت واحد لان مصر وسوريا كان لهم قيادة مشتركة واحدة بقيادة المشير احمد اسماعيل يعني دي قيادة واحدة التوقيت والتنسيق بتاع البداية ده كان توقيت ناجح بدرجة واحدة القوات الجوية المصرية في الفترة كانت اهدافها محددة بدقة مع التركيز على الحرب الالكترونية الاسرائيلية وده جزء مهم جدا لان ده جزء استخباراتي والمطارات الاسرائيلية اللي موجودة في سيناء واللي في العمق والاحتياطيات المدرعة القريبة ومراكد السيطرة عموما اهداف حساسي يعني ده كان حاصل الساعة 2 الدهر ده الساعة 2 وخمسة عبرت الطيارات دي العبور ده أدى إلى إلى الله أكبر من الجبل 300 ألف بني آدم يعني لو حاجة حاجة لما بتتفرج على ماتش وتسمعي 100 ألف في الاستاد على جونجة أو حاجة بتشوف الاستاد عمل إزاي حاجة دول 300 ألف في وقت واحد ومش حماس كرة حماس حرب وحياة وموت وانتصار يعني فالجزء ده رفع من معنويات الناس بشكل كبير جدا لأن لغاية هذه اللحظة كانت القوات اللي بتستعد مش عارفة إيه اللي بيحصل بالظبط لكن في الوقت ده الساعة 2 إلى 5 كان فيه أوارب ابتدت تتحضر وتتنفخ الأوارب ما كانش دينفع لتتنفخ بدري لأنه له صوت يعني لو حاجة يعني لو حاجة عرض قناة السويس لو قط برليه في الناحية التانية الوفاء بالرجل الصوت ده لو ستمائة سبعمائة قارب حيدي إنذار لكن الكلام ده تم في وقت مطه ما فيش كسر المفاجأة إطلاقا لغاية الطيرات معابرة قناة السويس لما نيجي نوصل لمرحلة اللي فيه ما بعد إن القوات العربية وصلت سؤال يعني يمكن أنا قفزت فوق الزمن شوية قوات العربية في أفريقيا وصلت يوم 18-19 القوات الأردنية كانت أكثر حظاً اللي هو المدرع 92 مدرع اللي دخل من الحدود الأردنية السورية مجرد بوابة هفتح البوابة بقيت جوى الجولان وبقيت جوى الجولان في جنب القوات الإسرائيلية المتقدمة فالمسافة أكثر كان وصول القوات الأردنية والقوات العراقية كان كافي إن الموقف ده يبقى فيه حسن بشكل كبير جداً يمكن عند مصر لو كانت وصل بدري اللي هو المدرع كان يزيد الميزان القوة لكن ما يحسنهوش لأنه محسوم يعني بدل ما يبقى يعني بلص يعني أنت عند القوات وبلص إضافي كمان جاءت حرب السادس من قدير بقرار الزعيم الراحل أنور السادات وقيادته وتعلين أن مصر قادرة على إعادة سياغة أي وقت لا ترضى عنه أو تقبل وتفرد على الجميع احترام إيرادتها وتذيب أن الحفاظ على الأرض هو واجب مقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها القيام به على أجمل وقت لكم الحق أبناء مصر أن تفخروا بأنفسكم وبيطنكم فمعركة البناء والتنمية التي نخلها اليوم جميعاً لا تقل في تحدياتها وقوتها عما واجهوا الأباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيم قواتنا العسكرية ستحدى اليوم قوتهم العسكرية العين بالعين المترجم للقناة كيف ممكن نسقط الحالة اللي صارت في هذا النصر على الحالة اللي موجودة الآن؟ انت فهمتيني، انا عايزة أمنياتي يعني ما كان هناك إمكانيات وقدرات وتطور تقني كبير وحققت النصر مصر والدول العربية طيب في هذا التطور التكنولوجي والمقدرة الاقتصادية لكثير من الدول العربية كيف ممكن نسقط هذه الحالة؟ أعطينا بصيص من الأمل سعادة اللواء هو الدعم العربي أو التواحد والتكافر العربي ليس عسكري فقط طبعا لكن هو اقتصادي وشعبي وحاجات كثيرة يعني مثلا سلاح البترول في الحرب استخدم بشكل رائع بشكل رائع إقاف البترول عن الأمريكان يعني الناس اللي اعتمدوا على التدفئة في شهر نوفمبر وديسمبر كانوا مش لقين تدفئة لمجرد أن البترول العربي توقف توقف يعني ده وسائل وسائل ضغط طبعا يعني احنا لما نيجي بنتكلم بنقول إيه؟ يعني دايما نقول القوى الشاملة للدولة القوى الشاملة للدولة فيها عنصرين كبار وجوان فرعيات الجنس الرئيس الأول نقول القوى الصلبة والقوى النعمة القوى الصلبة عسكرية واقتصادية القوى النعمة إعلام حاجات كتير حالة نفسية مرات كمان حالة نفسية كل العناصر دي لو حقيقي استطاعتي أن تستخدميها مجتمعة فانت قوتك الشاملة بتعظميها طبعا بتعظميها وتقدر التناغم ده يكون تأثيره كبير جدا الجزء اللي استخدم نتيجة اللي احنا اتفقنا عليه في الدايرة الصغيرة دي جابها جيد نتيجة ما بالحياتك لو بتستخدميه في إطار من التقدم العلمي والوسائل خصوصا أنه ما عددتش حرب الجيوز هي الحرب الوحيدة الحرب الآن كما نراها في العالم تنوعت أسالبها يعني أنا ممكن حربك وانت في مكانك وانا في مكاني وأقدر حربك وأقدر أكسر حاجات كتير يعني حروب اقتصادية والحروب النفسية والدخول على أشياء كثيرة يعني الحقيقة ما بقتش فقط مواجهة الجيوز هي الحل الوحيد للأسف يعني هذا ما يطلق عليه الجيل الرابع أو الجيل الخامس من الحروب يعني هل الجيل الرابع حسب تطور نوع السلاح من المبلة إلى البندقية إلى المدفع إلى الهي تكنولوجي ولا الأساليب الأساليب زي حكما تفضلت بالمثال أنا ممكن أهزم العدو قبل أن أطلق الطلقة لأن أنت بتتعامل معه نفسيا وشائعات وتقليل الثقة التشكك في القيادة ده كل دي عناصر أنا عايزة برضو أعرف أنه أكتوبر مازال يعني كل فترة بنسمى عن أنه هناك وسائق يتم الإفراج عنه وهناك وسائق نرى النور ما هي الوسائق اللي حنشاهدها في هذا الاحتفال أو ستخرج إلى النور حاضر مصر عندها لجنة وسائق شكلت من سنة بواسطة القيادة السياسية العليا لما سمحت بالإفراج عن وسائق الحرب بعد 50 سنة الإفراج عن وسائق الحرب مدارس 50 سنة 40 سنة لكن جرت العادة أنه مش أقل من 30 سنة ده عرفة مش قانون يعني مصر سمحت بعد 50 سنة الرئيس سيسي أن تشكل لجنة وتبحث الوسائق ليه شرف أننا عضو هذه اللجنة فعندنا آلاف الوسائق يعني عشرات يعني آلاف الوسائق وإحنا نفخر يعني واحد زميلي من اللجنة اللي هو بخيط قال كلمة عجبتني جدا قال أتحدى نحن نتحدى إسرائيل أن يكون عندها وثيقة زي دي ورفع وثيقة مكتوبة بخط اليد متصورة مكتوبة بخط اليد لأن الوسيقة اللي مكتوبة بخط اليد وثيقة حقيقية صدرت في الوقت الحقيقي في مكان مركز القادة وحفظت كما هي لكن الريبورت أو الحاجات التقارير اللي حتيجي فيما بعد كتبت بشكل آخر إسرائيل لم تفرج عن وسيقة واحدة مكتوبة بخط اليد لكن اللي كتب ده يعني ده يعني ده إعلام معلّب يعني متجهز عشان أبعته لكن الفكرة قوة الوسيقة المصرية إنها وثيقة في نفس المكان حقيقية حقيقية يعني زميل الفاضل اللي هو سامير الفرد جزء كبير من الوسيقة ده هو اللي كتبه لأنه كان مسؤول عن مركز العمليات إيه اللي بيكتب في الوسيقة يا فاندر؟ ديني أمثله الوسيقة كلمة وثيقة تعني ورقة سي دي خريطة كل ما هو ممكن فيلم لأنا أقصد على المحتوى اللي موجود المحتوى المحتوى الأكشن اللي حصل وقتها قد يكون محادثة تليفونية قد يكون أمر قيادة قد يكون تقدير موقف قد يكون وهكذا لكن في النهاية مصادر ده من البشر سجل سجل على ورقة على سيدي ده يتعامل عنه أفلام ومسلسلات وحكايات إحنا اللجنة بتاعتنا شغلتنا إن إحنا نطلع على الوسائق نصنفها ليه؟ إحنا عاودين في الآخر لما نيجي نفرج عن وسائق نلاقي المستمع أو العادي الرجل الشارع العادي يقدر يستوعبها هي لأنها قد تكون الوسيقة صعبة لأنها جافة هي ورقة مكتوبة عليها حاجة معانة حد حياتك من أشهر الوسائق اللي عندنا مثلا وثيقة إغلاق باب المندب إغلاق باب المندب ده عمل عسكري استراتيجي من الدرجة الأولى إزاي تغلقي مدخل بحر على مسافة 3000 كيلو أو على الأقل 2500 كيلو من الجبهة وتخلي الطرف الآخر لا يستطيع أن ينفذ منه ذهابا أو عودة ومش كده وبس مش كده وبس الباب ده لأن الموضوع الصوفيه تخطيط كبير الباب ده اللي أغلق ده هتيجي منه البترول اللي رايح إسرائيل جاي من إيران جاي من إيران هيعدي من المنطقة ده بيعدي مش كل يوم بيعدي كونفويات في أوقات معينة فالكونفوي اللي جاي ده لما يعدي ويروح إسرائيل إسرائيل عملة تاخد البترول ده ما يكفي احتياجتها دبل واحد تستخدمه واحد تعمله ريفايناري وتبيعه فلما حيك تجي في الوقت ده وتقفلي والكونفوي عليه الضور يجي وقفلت هنا حاولي حكي تتبقى لي إزاي ولما ألافك ده كانت فيه مشكلة كبيرة جدا لأن فضل الباب ده مغلق أكتر من أربعة أشهر حتى تخيالي أربعة أشهر مفيش بنزين في دبابة مفيش سولر لدبابة وبالتالي كان فيه مشكلة في تحارب كل قوات الإسرائيلية لأن لو استمر الموضوعات استاذ تخطيط عظيم ده كان تخطيط عظيم تخطيط عظيم التخطيط ده ما جاش من فراغ ده ضمن الخداع الاستراتيجي إن الخطة بدأت إزاي لما نيجي نقفل الحتة دي نقفلها إزاي يعني كانت قناة السويس مغلقة الأسطول بتاعنا جزء في البحر المتوسط جزء في البحر الأحمر اللي فقى بقى حمر في سفاجة هو ده اللي يتحرك ده الأقرب لأن فيه بعض الناس المكتهدين اتكلموا قالوا إن الأسطول البحر المتوسط مشي وراح جبل طارق ولف حول أفريقيا وجي باب المندب لم يحدث الجزء اللي هفل باب المندب جاي من سفاجة من البحر الأحمر كمل وراح لأن موجود الإمكانيات أغلق المكان ده أغلق أنا أول ملحق عسكري المصر في اليمن فأنا بكلمك حكي على منطقة أنا دست فيها وقفت فيها وتفرجت عليها وصورتها وكتبت عنها يعني كتبت عنها لكن ده المكان اللي دخلته مدمرتي مصر اثنين مدمرة قدام المدخل واحدة ورا المدخل وفي حراسة بعد شوية غواصة في حراسة فرقاته المسميات دي مسميات عسكرية منفريش لكن عندنا أربع قطع بحرية في المجال البحري أغلقت هذا الممر الاستراتيجي في وجه الملاحة الإسرائيلية ذهابا وعودة لمسافة تقترب من الأربع أشهر كادت إسرائيل أن تختنق لذلك لما حصل بعد كده مباحثات فضل الاشتباك إسرائيل كان عندها مطلبين أول مطلبين فتح باب المندب ثم الإفراج عن الأسرة مع فتح باب المندب والإفراج عن الأسرة الطيرين لكن في جميع الحالات فضل باب المندب طرف في الموضوع فده يعتبر نجاح كيف تقرأ الخريطة الاستراتيجية كيف تفكر والمدمرات ده رحت هنا إزاي؟ على ستر إنها رايحة باكستان عندنا مراكب قبل الحرب رايحة باكستان تعمل تعمل عمرة في باكستان فده خداع استراتيجي واللاسلك مفتوح لاسلك القطع البحرية مفتوح وطلعوا من سفاجة راحوا بور سودان توقفوا شوية ومن بور سودان توجهوا يمين منهم مدمرة عدت باب المندب وراحة عدن كأنها مكملة في اتجاه ثم في المرحلة دي كنا 6 أكتوبر أعتقد الفجر صدرت الأوامر الراجل فتح المظروف طبعا هنا الجزء البشري لو حضرتك القائد ومعاك المظروف المغلق اللي مكتوف فيه المهمة وعارف ان انت هتفتحيه في الساعة ستة الصبح مثلا أو يوم ستة الكريوسيت اللي عنده حدرك يقدي ايه ان انت حاوز تبص بصة فيه ايه اللي مكتوف هنا لما صدر هذا الكلام وتم بهذا التنفيذ حاولت لما تم حاولت أول مركب إسرائيلي شايلة بترول أعتقد انها حيفة تحاول تعبر عنوة وانزرت ما كملت ضربوا قدامها يعني نطلق عليه مسمايات يعني ضرب قدامها قصفة نيران في المية قدامه توقف فدر متوقف هو وغيره والتراكم اللي جاي يعني الكميونيشن ده عمال يزيد لقرابة الأربعة أشهر هذا العمل الاستراتيجي على هذا العمق المسافة بهذا الأسلوم بالتفوق البحري الجو الإسرائيلي بالمناسبة اختيار الهدف ده يخلي الطيران الإسرائيلي الحديث ما يقدرش يوطل واضح بأن تقدير الموقف كان ناجحاً في هذه الحرب بشكل كبير جداً ونتحدث عن المعلومات الاستخباراتية العسكرية وإدارتها كانت يعني سبب رئيسي كمان في النجاح هناك عوامل كثيرة جداً عادة عن البعد النفسي والمعنوي والخبرة للجيش المصري والجيوش العربية لكن بعد مرور 51 عام كيف ممكن نستغل الدروس والخطط والوثائق كمان حتى ممكن إنها تكون عدوان يعني في كافة الغطرس اللي عم بيقوم فيها في كل الأوقات في كل الأزمان وهو يعني يضرب بعرض الحائط القانون الدولي والبعد الإنساني وحتى الرأي العالمي بشكل كبير يعني كل حرب لها ظروفها طبعاً وتقدير الموقف ووقت معين يختلف عن وقت آخر طبعاً وقت آخر طبعاً 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 بتاع وقتها فانت دايما يعني تبقى يعني كيب ان تتش مع كل جديد في السلاح في الفكرة يعني قد قد لا تحدث مرة أخرى خداع استراتيجي قد لا يحدث نتيجة تطور الكبير اللي حصل في أجهزة الاتصالات والاستخبارات والتنصت والآخر قد قد لا يحدث قد ما يحصلش خداع استراتيجي مرة تانية لكن الاختلاع التكتيكي قائم لأن الخداع التكتيكي يعتمد على فكرة على سلاح مش في توقعه الطرف الآخر على أسلوب استخدام سيظل هذا موجود طيب الحقيقة عايزة أقول لحضرتك يمكن أنا ولانا في هذه الحلقة كانت الأسئلة قليلة لأنه كنوا مستمتعين جدا جدا كنا سرحنين وكأنها معركة نتخيل قولك أننا شايفين المعركة معك بكل تفاصيل سؤال قبل ما اختم بس عايزة إجابة من حضرتك في 30 ثانية والسؤال هنا سؤال قبلتك وأيضا طلب من القيادة المصرية مصر قدرت تحارب الإرهاب بشكل كبير جدا وقدرت توثق حربها ضد الإرهاب في أعمال درامية الاختيار واحد واثنين وتلاتة هل نحن بحاجة أن نرى حرب اكتوبر ضمن الدراما أيضا ضمن الاختيار وتبقى الاختيار حرب اكتوبر بما أن عندنا الوثائق عندنا الحالة اللي شفناها أنا ولانا النهاردة هل ممكن نشوفها بقى في عمل خصوصا يعني أمنية وأنا جوة الأمنية كمان لكن الحرب خداع الاستراتيجي وخطة حجب المعلومات أثر بشكل كبير جدا على الميديا أثناء الحرب قبل وأثناء الحرب لأن السرية منعت أن يبقى فيه هذا الكلام وإلا كان عندنا يبقى عندنا أفلام لايف وأكشن لايف ولو شفت الحاجات لايف حتلاقيها مختلفة جدا عن السينما يعني الرصاص هل أدل في جيبي والحاجات مختلف لأن مشاعر المنفذ هو بيمثل غير مشاعر المنفذ وجوه الحرب فده لكن بنقول لن لهدأ لنا بال إلا أن يجب أن نوثق هذا الكلام وخاصة ما زال بعض القيادات في قيد الحياة وخصوصا التوثيق هنا كمان هيبقى مصري عربي يعني سنرى السورة اللي حضرتك كلمت عنها بقواتنا قواتنا المسلحة المصرية والقوات العربية ونرى ده في عمل حقيقي درامي أو فيلم أو حيبقى الحقيقة إحنا بحاجة إلى حرب اكتوبر يعني الحقيقة تستحق أن يكون لها حاجة كاملة عنها أكيد يعني سيدة الواء دكتور محمد قشقوش بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل التفاصيل ودايما شرف حضرتك معنا للحديث عن نصر اكتوبر بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا الحقيقة يعني لما بنذكر حرب اكتوبر ختام بيبقى يعني شرف كبير أن نتحدث دائما عن نصر اكتوبر لا ننسى أبدا هذا النصر ما زال كل المصريين يسمعون كلمة الله أكبر وقوات المسلحة تعبر قناة السويس ونتذكر تماما في أول لحظات لرفع العلم المصري على خط برليف تحية للجيش المصري قواتنا المسلحة وتحية لأنكم في يوم من الأيام كنتم الرجال الذين أتوا بكل النصر وأعادوا العرض وبقوا على الأرض تصبحوا على الفخير